اهلا ومرحبا بك صديق المشاهد ونحن نتابع معنا هذه القصة الجميلة القصة المشجعة قصة الكنيسة بحسب ما وردت في سفر اعمال الرسل هذا السفر التاريخ المبارك الذي يحكي قصة عمل الله في كنيستو في القرن الاول الميلادي نحن توقفنا مع نهاية الرحلة التبشرية التالتة للرسول بولوس بعدما كان في افسوس واستدعى قصوص كنيستو في ميليتوس وقدم ليهم خطابه المشهور في ذلك الوقت تأمننا في هذا الخطاب وفي النهاية في اصاح 20 والايات 36 الى 38 نقرأ هذه الكلمات المؤسرة الرائعة لما قال هذا بعد ان انتهى الخطاب جسع لربتيه مع جميعهم وصلة وكان بكاء عظيم من الجميع ووقعوا على عنق بولوس يقبلونه متوجعين ولس ياما من الكلمة التي قالها انهم لن يروا وجهه ايضا ثم شيعوه الى السفينة عند هذه النقطة احبائي وجد بولوس نفسه راغبا ان يصلي فجسع على رجبتيه ومؤكد هم ايضا جسوا كذلك معه لسنا نعلم ماذا صلي لكن في رسالته اليهم بعد كده نقرأ الصلوات لاجلهم في افسس واحد وافسس ثلاثة في صلاتين هناك مكتوبة للرسول بولوس بعدين مشهد الوداع كان الحياة مسير جدا بكى الجميع بكاء عظيما كانوا يشعروا بألم الفراق ولا سياما لما قالوهم انهم لن يروا وجهه ايضا وده يخشف لينا عن الحب والمودة المتبادلة بين هؤلاء القصوص او الشيوخ ومع الرسول بولوس ثم شيعوه الى السفينة وبدأ طريق العودة الى اورشاليم وده اللي بنقرأه في اصح 21 من سفر الاعمال من اية واحد الى اية 17 طريق العودة الى اورشاليم بهذا الصفر وبالوصول الى اورشاليم بتنتهي الرحلة التبشرية التالتة من ميليتوس خرج الرسول بولوس ومعاه رفقاء ومنهم بالطبع لوقة طبيب في طريق العودة وكانت اول محطة هي صور نقرأ ده في الايات الاولى من اصح 21 من اية واحد الى اية 6 ولما انفصلنا عنهم اقلعنا وجئنا متوجهين بالاستقامة الى كوس وفي اليوم التالي الى رودس ومن هناك الى بترة فاذ وجدنا سفينة عابرة الى فينيقية صعدنا اليها واقلعنا ثم اطلعنا على قبرص وطركناها يسرة وصفرنا الى سورية واقبلنا الى سور لان هناك كانت السفينة تضع وصقها واذ وجدنا التلميذ مكسنا هناك سبعة ايام وكانوا يقولون لبولس بالروح ان لا يصعد الى اورشالين ولكن لما استكملنا الايام خرجنا ذاهبين وهم جميعا يشيعوننا مع النساء والاولاد الى خارج المدينة فجسونا على ركبنا على الشاطئ وصلينا ولما ودعنا بعضنا بعضا صعدنا الى السفينة واما هم فرجعوا الى خاصتهم في الكلمات اللي احنا هنا ارناها في بداية صح 21 واضح ان بولس ابحر جنوبا من ميليتوس الى كوس وكوس جزيرة صغيرة بتقع على بعد 40 ميل من ميليتوس ثم الى الجنوب الشرقي 50 ميل وصلوا الى جزيرة رودس في اليوم التالي ومن هناك على بعد 40 ميل شرقا وصلوا الى بترة حيث كان عليهم ان يستقلوا سفينة اخرى الى سوريا وكان علي هذه السفينة الثانية ان تبحر من بترة مسافة 350 ميل تقريبا لتصل الى سوريا وترسو في ميناء سور اشهر مدن في نقية هل قدرين نقدر هذه المسافات هذا الابحار في ذلك الوقت بطرق بدائية جدا واكيد مراكب بسيطة جدا كل دا من اجل خدمة الانجيل زي ما بقول كتير هؤلاء تعبوا ونحن دخلنا على تعبهم في سور التقوا بالمؤمنين ومكسوا معهم سبعة ايام في الغالب كانت السفينة تحتاج لاسبوع علشان تفرغ الحمولة بتاعتها وبعدين تكمل ابحارها كان الرسول بولوس يعرف انه توجد كنيسة في سور لانه فاكرين في اعمال حداشر الذين تشتتوا من جراء الضيق الذي حصل بسبب استفانوس فاكتازوا الى في نقية كان البعض منهم عنده موهبة النبوة هؤلاء اخباروا بولوس ان لا يصعد الى ورشالين لانه في مخاطر بتنتظروا هناك لكن بولوس ما كانش عنده ابدا رغبة انه هو يغير خطته ورغبته في الذهاب الى اوليشالين في تحذيرات مشابهة حصلت قبل كده وخلينا ننتبه من فضلك انه ده مش معناه انه بولوس لم يكن مطيع لصوت الروح من خلال هذه التحذيرات هو يعلمها منذ البداية ومسدقها ومتأكد انه فيه متاعب وآلام تنتظر في اوليشالين لكنه لا يكترس كثيرا بهذه الامور وامانه وسلامته الشخصية بقدر اهتمامه بخدمة الانجيل فهو رايح وعارف انه فيه متاعب منتظرات لكن مصر يذهب من اجل الخدمة يمكن بكده بفكرنا بسيده شخص ربنا يسوع المسيح اللي كتب عنه لوقة ايضا في لوقة تسعة واحد وخمسين حين تمت الايام لارتفاعه سبت وجهه لينطلق الى اوليشالين يعني يسوع كان عارف انه رايح للصبيب وراح بعزم القلب هكذا بولوس يفعل لم تكن علاقته بالمؤمنين في صور كما كانت مع قصوص كنيسة افسوس لكنهم خرجوا مع عائلتهم للمينة علشان ودع بولوس والفريق المرافق له هناك على الشاطئ جسل الجميع وصلوا تماما كما حدث في افسوس بعد ذلك رجع اهل الصور الى بيوتهم حقيقة بتشدني شخصية بولوس رايح اوليشالين ومصر يذهب الى اوليشالين عالما ان فيه الام تنتظره هناك لكن رايح من اجل خدمة الانجيل ثم المرحلة اللي بعد كده بقيت الرحلة منصور الى قيصرية ودي الايات من سبعة الى اربعتاشر في اعمال واحد وعشرين يقول البشير لوقة لما اكملنا الصفر في البحر من منصور اقبلنا الى بوتلومايس فسلمنا على الاخوة ومكسنا عندهم يوما واحدا ثم خرجنا في الغد نحن رفقاء بولوس وجئنا الى قيصرية فدخلنا بيت في لوبوس المبشر اسكان واحدا من السبعة واقمنا عنده واحد من السبعة اللي اختيره في الماضي لخدمة المواعد وكان لهذا لفي لوبوس اربع بنات عذارة كنا يتنبأنا وبينما نحن مقيمون اياما كثيرة انحضر من اليهودية نبي اسمه اغابوس فجاء الينا واخذ منطقة بولوس وربط يدي نفسه ورجليه وقال هذا يقوله الروح القدس الرجل الذي له هذه المنطقة هكذا سيربطه اليهود في ارشاليم ويسلمونه الى ايدي الامم فلما سمعنا هذا طلبنا اليه نحن والذين من المكان ان لا يصعد الى ارشاليم فاجاب بولوس كلام الحقيقة خطير جدا مؤثر جدا ماذا تفعلون تبكون وتكسرون قلبي لاني مستعد ليس ان اربط فقط بل ان اموت ايضا في ارشاليم لاجل اسم الرب يسوع ولما لم يقنع سكتنا قائلين لتكن مشيئة الرب من صور الى باتلو مايس خمسة وعشرين ميل جنوبا ودي اخر موانئ في نيقية في الجنوب والمعروفة قديما باسم عكو وهي عكة حاليا اسمها عكة حاليا ربما وصلتها رسالة الانجيل في نفس الوقت مع صور وقضى بوليس ورفقاء يوما مع الاخوة هناك وفي اليوم التالي بعد صفر خمسة وثلاثين ميل تقريبا جاءوا الى قيصرية هذه المدينة اللي بناها هيروليس الكبير وكانت مركز للسلطة الرومانية في تلك المنطقة بوليس اقام في بيت في لوبوس وفي لوبوس زي ما قلنا واحد من السبعة اللي اختيروا لخدمة الموائد لكن خدمته التسعت ووصلت الى السامرة وقدم البشارة للخصي الحبشي وبشر جميع المدن من اشدود الى قيصرية بسبب هذه الانشطة التبشرية دعية في لوبوس بالمبشر ويبدو ان هو استقر في قيصرية مع عائلته من عشرين سنة تقريبا كان عنده اربع بنات عذارة كنا يتنبان من المحتمل ان لوقة سجل ما اخبره به في لوبوس عن خدمته وخدمة استفانوس في ذلك الوقت دل وضعه في الاصحات من ستة الى تمانية في اثناء الاقامة في بيت في لوبوس اتى اغابوس النبي من اليهودية واللي كان في يوم من الايام في انطاقيا وتنبى عن المجاعة اللي هتحدث قريبا ده اللي شوفناه في اصاح 11 وهنا تنبى ان بولوس سيقبض عليه في اوريشاليم ويحبس لكن لم يقل مثل تلميذ صور ان لا يصعد الى اوريشاليم اغابوس تنبى هذه المرة بطريقة انبياء العهد القديم الاعلان بالقول والفعل زي ما فعل اخي الشلوني عند لقاءه ليربعام ابن نباط خد رداءه الجديد ومزقه 12 قطعة وقال ليربعام قد لنفسك عشر قطعة لانه هكذا قال الرب الى اسرائيل ها انا امزق المملكة من يدي سليمان واعطيك عشرة اصباط ويشعي برضو عمل حاجة مشابهة وهكذا فاغابوس اخذ منطقة بولوس حزامه يعني وربط نفسه من يديه ورجليه وقال ان صاحب هذه المنطقة سيربطه اليهود هكذا في اوريشاليم ويسلمونه للامم اغابوس لم يطلب منه عدم الزهاب لأوريشاليم زي ما قلنا لكن الرفقاء والذين في قيصرية طلبوا منه قالوله من فضلك وفعلوا هذا بدموع ان لا يصعد الى اوريشاليم وبولوس تأثر الحياة وقال لهم تكسرون قلبي يعني هو بيقدر مشاعرهم لكنه مصمم على الزهاب الى اوريشاليم لا يبالي بأي متاعب سيوجهها هناك لديه الاستعداد للموت من اجل اسم يسوع واستعداده هذا اشبه باستعداد بطرس اللي قال يا رب اني مستعدة ان امضي معك حتى الى السجن والى الموت لقى اتنين وعشرين تلاتة وثلاثين لكن بطرس الحقيقة لم يفي بوعده هذا وقت الصليب لكن بعد كده مات شهيد لاجل يسوع لكن استعداد بولوس كان استعداد صحيح وكتار بيرو ان اصرار بولوس هكذا لانه يرغب في تقديم العطاية اللي جمعها من كنائس الامم الى كنيسة اوريشاليم بكل ما تحمل هذه الخدمة من تزديد احتياجات القديسين ووحدة جسد المسيح بين اليهود والامم وفي النهاية الجميع سلموا الامر للرب قائلين لتكن مشيئة الرب من قيصرية الى اوريشاليم بعد تلك الايام تأهبنا وصعدنا الى اوريشاليم وجاء ايضا معنا من قيصرية اوناس من التلاميذ ذاهبين بنا الى ماناسون وهو رجل قبرصي تلميذ قديم لننزل عنده يبقى خرج الرسول بولوس والفريق اللي معاه من قيصرية الى بالاضافة لمجموعة مؤمنين من قيصرية للصفر الى اوريشاليم وده مسافة خمسة وستين ميل تقريبا نزلوا في بيت ماناسون القبرصي وهو من التلاميذ الاوائل ووصل بولوس الى اوريشاليم محطته قبل الاخيرة قبل ما يسافر من اوريشاليم الى انطاقيا اللي هي نقطة الانطلاق لكن هنشوف بعد كده ايه اللي حصل معاه في اوريشاليم وايه نتائج النبوات اللي سمعها من اكثر من مصدر على الالام اللي كانت بتنتظره في اوريشاليم لكن حابب اختب معاك صديق المشاهد النهاردة بمجموعة من الملاحظات على هذه الرحلة التالتة الملحوظة الاولى انه الرحلة التالتة بدأها بولوس منفرد لكن بمتابعة الاماكن اللي خدم فيها والاحداث اللي تمت بنلاحظ قصرة الخدام الذين ساعدوه واضح انه كان مهتم باعداد وتدريب صف تاني ليخدم معه ويخدم بعده يكمل الرسالة بعده نموذج للخادم المسؤول الذي يخدم في الحاضر ويخطط للمستقبل الامر الثاني انه فيه تحديات كتيرة جدا واجهة رسالة الانجيل تحديات دينية واجتماعية واخلاقية لكن نلاحظ اثناء هذه الرحلة كصرت التحديات الفكرية والفلسفية زي ابولوس وتأثيره على تلميذ افسوس او اليهود الطوافين المعزمين اللي حاول انهما يخرجوا الارواح الشريرة في افسوس باسم الرب يسوع الذي يكرز به بولوس والمعتقدات الخطئة اللي كانت بتسود على الكطار في افسوس بخصوص الالهة ارتميس كل دو غيره كان بولوس عنده اجابات حاسمة ومقنعة ومن اجاباته اقتنع كثيرون ورجعوا عن هذه الضلالات واحنا النهاردة احبائي مدعوين لنكون مستعدين دائما لمجاوبة كل من يسألنا عن سبب الرجاء الذي فينا بوداعة وخوف ملحوظة اللي بعد كده في مواقف كتيرة بنرى شخصية الرسول بولوس اللي بتتسم بالحزم والحسن والشدة مرات كتيرة لكن الجانب الاخر في شخصيته كان ممتلئ بالمودة والمحبة الاخوية والمشاعر الطيبة الفياضة لا سيما تجاه الخدام اللي كان بيودعهم خصوص كنيسة افسوس وتلاميس صور والمؤمنين في قيصرية كل دول شفنا معاهم مشاعر المودة والمحبة والتقدير في قلب الرسول بولوس تجاههم وقلبهم ايضا تجاه الرسول بولوس شخصية جامعة في حسب ووقت الضرورة لكن مرات في مشاعر فياضة ودموع ايضا ووقت الضرورة الامر الاخر الى جانب اولوية الرسول بولوس في الكرازة وتقديم رسالة الانجيل اهتم في هذه الرحلة بخدمة جديدة جمع التقديمات المالية من كنائس الامم الى المحتاجين في كنيسة اورشالين ما كانش يهدف فقط لتزديد احتياجات القديسين لكن اراد كمان يوطن الشركة بين كنائس الامم والكنيسة الام في اورشالين وده هدف مبارك جدا جدا شوف بولوس ازاي بيجمع هذه الخدمات المتنوعة معا عنده نفس الغرض ونفس الهدف بنيان جسد المسيح ملحوظة الاخيرة بولوس كان بيستثمر وقته بكيفية جيدة جدا اذا وجد المجمع ذهب وخدم هناك وانت عزر وجود المجمع كان بيدور على البديل باستمرار في اوقاته الخاصة بيكتب الرسائل ويبعتها للكنايس اللي اسسها ادرك ان وقته هو حياته وحياته وهبها للرب ادي ايه انحنا النهاردة محتاجين نتعلم من هذا القديس من هذا الرسول العظيم ازاي نستسمر وقتنا وحياتنا في خدمة الرب هذه الخدمة الجامعة المسمرة الملآنة بالصمار والملآنة بالعطاء محتاجين نقول له رب علمنا وننظر الى نهاية سيرة هذا القديس هذا الرسول العظيم ونتمثل بايمانه والى لقاء في حلقة جديدة في مثل هذا الوقت من الاسبوع القادم استودعكم لنعمة القدير والرب معكم ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر